وقرار صعب جداً اتخذوا نادي الزمالك قلع رياضية عظيمة شاء من شاء وأبى من أبى تاريخ عظيم رموز عظيمة لكن مجلس الإدارة يتخذ قراراً اعتدنا على مثل هذا القرار في السنوات الأخيرة واعتدنا أيضاً على التراجع عن هذا القرار مجلس إدارة نادي الزمالك اتخذ قراراً بعدم استكمال بطولة الدورة بعدم استكمال بطولة الدورة وقال إنه هيكشف المناقشات في قناة الزمالك والأعضاء قالوا إيه وإلي حصل وإلي جار هذا القرار اتخذ بناء على عدة مبررات أولها واحد أن المدير الفني مستر باترس كارترون يطلب شهرين للإعداد يطلب شهرين للإعداد النهاردة نادي الأهلي بدأ إعداده وبدأ تدريباته وهجيب لكم الصور دلوقتي ونادي الزمالك يحاول إفساد الدوري على النادي الأهلي مش أنا اللي بقولي الكلام دا مش أنا اللي بقولي الكلام دا مش عارف إيه كده بيقوله تكشفه إيه فأده ما كتبه الأستاذ هاني زادة عدو مجلس إدارة نادي الزمالك بالإجماع عدم استكمال الدوري وعدم إهداء الأهلي اللقب قرار بالإجماع عن مجلس الإدارة وعدم إهداء الأهلي اللقب المسألة تحولت إلى رغبة أو نشر لقراهية الأهلي يعني تدلوقتي لا وعدم إهداء الأهلي اللقب مسألة مش لقب مسألة عودة حياة مسألة دولة قرارت رئاسة وزراء متحدث باسم مجلس الوزراء مبارح مع المستشارد نادر سعد اتكلم مع الأستاذ أحمد موسى وفي عدد من الفضائيات مؤكدا على عودة استكمال الدوري كنا الأول بنقول هم قالوا النشاط ما قالوش الدوري دلوقتي قالوا الدوري وأكدوا على الدوري فبقى لقى الأهلي مش هنساهم في فوز النادي الأهلي باللقب انسحاب نادة الزمالك قرار لن يتمسك به مجلس الزمالك أكتر من بضعة أيام وأنا بطالب مجلس الزمالك بإرسال قراره قال فوري إلى اتحاد الكرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة خلاص انت مش عاوز تلعب ما تلعبش تتطبع عليك اللايحة طبعا المسألة في ظل جماهرية الزمالك العظيمة قرار صعب جدا لكن لو لو خلي بالكم لو الدولة والتحاد الكرة ومؤسسات الدولة قال لك تطبيق اللايحة زي ما حصل مع يفونتوس زي ما حصل مع أي حد حتى لو كان هناك عقوبات ماشي هو اللي حيجيب وراء هو اللي هيتراجع هو مجلس الإدارة نفسه لأنك انت النهاردة مش مفترض أنك انت تقود الكرة المصرية وفق هواك ولا وفق أهوائك ولا وفق عواطفك ولا وفق رغباتك ماشي يعني انت تلوقتي بتقول مش هلعب دوري عشان الأهلي ما يكسبش الدور مش هنسان في إهداء الدوري لأي المسألة هو دا أستاذ هاني زي دا عدو مجلس الإدارة اهو اهو صفحته والبوست دا متاخد في عدد من المواقع يعني مش قدر يحزفه ويقول دا مش عارف دا دا ما يكسبش قاص لا فهنا يرغب البعض في دايما جعل المسؤولين في الرياضة يقفون على أطراف أصابعه لا شعور بالاستقرار لا شعور بالروح الرياضية نشر للتعصب والكرهية نشر للبغضاء كل هذه الأمور بعيدة تماما 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 عن القيم الرياضية النبيلة القيم الرياضية هي المنافسة الشريف كبرتان لما جيه عرف الرياضة قال لك يا الكفاح بشرف من أجل الفوس الكفاح بشرف من أجل الفوس بدليل إنك أنت تبقى مثلا أهلاوت قال الله دا حمد عبد لطيف دا ساحر دا حزم إمام دا موهوب تبقى زمال جاوت قال الله دا الخطيب دا ما فيش زيه دا مصطفى عبدو دا ما جاش زيه وهكذا وهكذا النفوس الحلوة الرياضة دورها تهزيب النفوس والارتقاء بيها والمحبة مش الرياضة دورها نشر الكراهية زي ما بيقول الأستاذ هاني زيادة بالإجماع عدم استكمال الدوري وعدم إهداء الأهل اللقب والأهل كسبان دوري والأهل هيزيد لما ياخد لقب أو الزمالك حيقلي لما يقصونه لقب لا لكن فيه اقتصاديات لقرة القدم وصنعة لقرة القدم يجب أن يكون الجميع حارس عليها يجب أن يكون الجميع حارس عليها يجب أن الناس كلها تبقى بتفكر بإيجابية في مسألة إعلاء شأن الرياضة المصرية يجب أن يفكر الجميع في عودة الحياة والله أنا تعبان وطلع غصب عني والله من بارحه النهاردة والله يجب أن يفكر الجميع في إعلاء القيم النبيلة القيم الرياضية النبيلة يجب نشر المحبة والروح الرياضية والمنافسة الشريفة مش المكائد والأمور اللي بالشكل ده مش نشر القراهية والبغضاء بين الناس وبعضها لا أنشر الخير أنت بتلعب برياضة اللي بيكسب بيكسب تم الزمال الكسب بطلتين كلنا صفقنا له واحتفين بيه واحتفلنا به وأشدنا مستوياته هل النهاردة أننا عشان موضوع ماتش القمة والأوتوبيس واللعيبة ومش عارف إيه والشبس والبيبسي والكلام المهزلة اللي حصلت دي وخصم ست نقاط وأسوق موقفه في الدوري أجأ أقول إن فيه صعوبة إن أنا أخذ الدوري من النادي الأهلي بقى أنا بوز الدوري على النادي الأهلي أنت بتبوز الدوري على مصر أنت بتبوز الدوري على الدنيا بحالها والله يتعبان وطلع غزبان وطلع عشانك والله والله من المبارح أنا تعبان وباخد أدواء ومضادات كتيرة جدا يعني وربنا يلطف سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي آه لايكات يا شباب آه لايكات محمد عبد النبي بيفكركم لايكات للفيديو وللصفحة بعد إذنكم ربنا يحفظكم عشان بقى وده اللي قالونا عليه المهندسين قالك من أهم الحاجات لما تبقى لايف تطالب الأصدقاء بلايكات عشان تثبيت البس ومحدش يلعب فيه وما يقطعش فبنطلب ده من أصدقائنا وإخواتنا كل من يتابعنا ونتشرف بمتابعتهم ربنا يحفظك يا عماد يا رمضاون أنت ومحمد صارو وأحمد فاتحي وإسلام شيمة طيب عاوز أقول بقى إيه هنا ما هو السيناريو المقبل لتراجع الزمالك عن قراره في عدة سيناريوهات أول سيناريو إن كالعادة يجيب وراء وكالعادة يبقى هدفه من الموضوع ده إن يعود مع بعض المسئولين وكالعادة إنه خلق قصة الدولة قررت ده مش تحق كورة ولا عمر الجنين ولا معان الوزير أشرف صبح الذي يمثل الدولة المصرية ده رئيس مجلس الوزراء أك فأنت لما تقول مش هلعب خلاص بقى يعني هيقول لك هلعب غصب عنك هيقول لك لا لازم تستكمل وبقى أن ده جاء على إيه أنت بتقول لشهرين إعداد أما أنت بتعملش شهرين إعداد في الصيف كل الإعداد بيبقى الموسب خمس أسابيع ستة أسابيع محدش بيعمل الشهرين ده خالص جاي دلوقتي تقول لك هلعب غصب تعمل شهرين إعداد طب أنت أصلا رفض المساحات ورفض أنك أنت تجمع فرقتك ورفض أنك أنت تجيب ناس من برد خلي بالك المبررات والحجج التي ضحضها عمر الجنين أول حاجة قاله تكاليف المساحات عمر الجنين قال ما لكوش دعوة بيه أن الانديها مش تدفع حاجة وخدوا وزيدكم من الشعر بيت أن سيتم إجراء مساحات خلال مباريات الدوري كمان مع بدء مباريات الدور قال له ما لكوش دعوة التكلفة عندنا رغم أن كان في الأول الميزانية اللي معمولة 200 مليون جنيه لاستقناف الدور ده كان رقم خيالي وكان بيهدد استكمال الدور فالراجل نجح في توفير المساحات بشكل ما لدع للتفاصيل عشان ما حدش يطلع يشتم الراجل ولاي هاج ماشي اتنين قال لك الأجانب اللي بر قال لك هجيب لهم طيارة تاكسي تلف عليهم في الدولة الأفريقية وتجيبهم لو الطيران ما كانش فتح أو لو كان فيه أزمة في الطيران وخلاص الطيران كل أربع خمسة أيام ويفتح رسمي أول يوليوم ده الكلام اللي قاله معاني الرئيس الوزراء ماشي قال بتاع ده الموعيد والحكاية والرواية وهنقم إزاي في فنادي قال لهم ما نقموش في فنادي عشوا في بيوتكم ورجواوا على تدريباتكم وحاجات بالشكل ده قال لك الإنجليز عملوا مسحتين هم والألمان قبل استقناف الدور قال لهم هنعمل مسحتين ففي أندي عملت المسح يوم السبت والنهاردة بدأوا المسحة التانية زي بيرامتز والأهلي بدأوا النهاردة اللي هي المسحة التانية والأهلي نزلت تدريبات ماشي فاللي بيحصل ده نوع من العبث نوع من الفوضى ويقودها نادي الزمالي طب نادي مصر إف سي مصر قلنا إنه ما عندوش خبرات وإن الشباب اللي فيه تحمسوا وقال لك عدم استكمال الدور ثم ما لبثوا أنعادوا وقرروا اللعب وقال لك نعمل المسحة على حسابنا كمان وده أمر يحسب ليهم ما تعملوش الأندية على ترتيبها في جدول الدوري عاملوا الأندية على خبراتها في الدوري فالخبرات في الدوري قليلة والناس فهموا إنهم عادين معنا يسألك كل إله هننسحب فندفعوا اللي هو نادي إف سي مصر ماشي طب أنت النهاردة نادي الزماليك بقى ونادي دجلة هم الناديين الواحدين اللي هما ما حضروش اجتماع المدربين اليوم كل الأندية حضر بما فيها نادي إف سي مصر ماشي طب نادي زي نادي الزماليك حضر ماشي سوري نادي دجلة ونادي الإسماعيل اللي ما حضروش نادي دجلة ونادي الإسماعيل اللي ما حضروش لكن بقى المدربين حضر وتناقشوا وتشاوروا ولم ينزعجوا منزور ست حالات كورونا في ست حالات كورونا ظهروا هقول لكم فيه أربعة في أمبي واحدة في الاتحاد وحالة أخرى فيه المقاولون العرب مش عرفة يعني مش عرفة أقول الأسماء ولا ما قلش الأسماء ولا إيه يعني في أمبي خلينا أقول أن العنصر المهم هو اللاعب محمود قاود وفيه لعب ناشي اسمه حمد قاسم وفيه عم حسين عامل للفرقة وفيه الأستاذ راجب اللي هو محل الأداء بالجهاز الفاني ولاعب من الاتحاد وآخر من المقاولين مش فيهم ربنا لكن ده ما خلاش المدربين يتراجعهم ولا خلوا الأندية تتراجع قال لك الدولة قالت نلعب كورو يبقى نلعب كورو لأن لزي أقول لكم يا جماعة الكورو عنوان الحياة